نروح كمان مع حضراتكم لخبر تاني أعلن الدكتور محمود عسمة وزير قطاع الأعمال بدء التشغيل التجريبي لمصنع أربعة للغزل والنسيق بالمحلة الكبرى اللي بيتمتع بمواصفات جودة وأمان عالية جدا وأشار إلى أن هناك تعليمات من القيادة السياسية بالتعاون مع القطاع الخاص وليس منافسته وبيتم كمان تجهيز مصنع غزل واحد الجديد حاليا بشركة مصر الغزل والنسيق في إطار طبعا تنفيذ خطة إعادة وهيكالة تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيق بتكلفة 23 مليار جنيه أضاف كمان وزير قطاع الأعمال أن جميع مكينات الغزل والنسيق جاءت من سويسرا وإيطاليا وجاري تركيبها وأكد كمان أهمية الارتقاء بصدرات قطاع النسيق لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية